السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحب بكم هتكلم عن السياحة الجزء الثاني وقبل مبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اهتمت الحكومات والكثير من المنظمات العالمية بدعم السياحة والسياحة عبارة عن صناعة هامة حيث أنها تؤدي إلى دفع عجلة التنمية في الكثير من أقاليم العالم النامي نظرا لعائدتها الاقتصادية الضخمة وتؤدي السياحة إلى توطيد العلاقات الدولية والإنسانية بين شعوب العالم وساعدت التكنولوجيا الحديثة في زيادة الحركة السياحية فيوجد الآن خدمات سياحية كبرى مثل حجز تزاجر السفر وحجز الفنادق المريحة وظهرت نظم الحجز الإلكترونية وتعددت الأنماط السياحية مثل سياحة الشواطئ والسياحة الثقافية وسياحة السفاري والسياحة الطبيعية والسياحة العلمية وغير ذلك ونحن في عالمنا هذا لا نتوقف ونتوقع المزيد من التطور وربما تتدخل التكنولوجيا أكثر وأكثر وتتدخل في إعداد برامج سياحية للفضاء الخارجي تستخدم فيه المركبات الفضائية كوسيلة جذب جديدة في السياحة العلمية وفي حقيقة الأمر يقوم السياح أثناء زيارتهم للدول الأخرى بدراسة تاريخ تلك الدول وتعرف على قيامها وثقافتها ويستمتؤون بالخدمات المميزة ويجب على العاملين في مجال السياحة تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها السائح ويتم ذلك بمستوى لائق وبشكل حضاري منظم وبالتعامل اللائق للسائح يكون هذا الضيف العزيز في راحة وسعادة وكلما تم تقديم تقديم كافة الخدمات للسائح بشكل حضاري وخدمة ممتازة من الممكن أن يؤدي هذا إلى قدوم السائح لنفس البلد التي زارها عدة مرات وهذا يؤدي إلى نمو اقتصاد البلد التي يزورها السائح ويؤدي أيضا إلى إقامة علاقات قوية بين الشعوب وبعدها البعض والمعروف أن السياحة قد تمرض ولكنها لا تموت أهم شيء بالنسبة للسياحة وزادة الحركة السياحية الاستقرار فكلما استقرت أحوال البلد المضيف الذي يأتي إليه السائح كلما زادت حركة السياحة شكرا لكم ده كان الجزء الثاني من موضوع السياحة أو من هذه السلسلة التي أقدمها لكم وإن شاء الله هكمل السلسلة الخاصة بالسياحة في فيديوهات أخرى قادمة كان معكم أخوكم محمد مصطفى شكرا وإلى اللقاء سلام عليكم